السلام عليكم كيفكم يا طلاب الحلوين طلاب الصف الأول اليوم رح نعمل مراجعة في اللغة العربية رح نراجع مع بعض ثلاثة حروف نبدأ هنا هذه الحروف التي سنقوم بمراجعتها لهذا اليوم هنا هذا الحرف اسمه با وصوته اب هنا اسمه سين وصوته اس هنا اسمه را وصوته ار إذن هذه ثلاثة حروف حرف الاب اس ار نبدأ في طريقة كتابة كل حرف من هذه الحروف نبدأ بحرف اب حرف الاب يكون له هنا يدان هذه اليد الأولى فوق السطر ثم هكذا ونكتب اليد الثاني وتكون نقطة أسفل السطر إذن دائما حرف الاب يكتب على السطر والنقطة تكون أسفلها هنا حرف الاب حرف الاس له ثلاثة أسنان ننظر واحد اثنان ثلاثة هنا السن الأول هنا السن الثاني وهنا السن الثالث الثلاث أسنان تكتب على السطر بعدها يكون لديها سحن السحن يبدأ من السن الثالث وينزل إلى أسفل ثم يعود إلى فوق السطر هنا حرف الاس قلنا ثلاثة أسنان الصحن ثم بعد الأسنان يكون لديها صحن الصحن يبدأ من السن الثالث ننزل أسفل السطر ثم نعود إلى فوق السطر هنا حرف S الحرف الثالث هنا حرف R حرف R يشبه حبة الموز يكون نصفها إلى فوق السطر والنصف الآخر تحت السطر بهذا الشكل يكتب حرف R إذن هذه ثلاثة حروف حرف R حرف S وحرف R حرف R له شكلان الشكل الأول يكتب هكذا هذا الشكل يكون في بداية الكلمة ويكون في وسط الكلمة أو الشكل الآخر هذا الشكل يكتب في نهاية الكلمة هنا حرف S أيضاً لها شكلان هذا الشكل ثلاث أسنان وهنا يدها ممدودة تكون في بداية الكلمة أو في وسط الكلمة والشكل الآخر الذي يكون لديه الصحين يكون هنا في آخر الكلمة حرف R هو شكل واحد يكتب في بداية الكلمة أو وسط الكلمة أو نهاية الكلمة إذن نكرر داء حرف الاب هذا الشكل الذي تكون مد يده تكون في بداية الكلمة أو في وسط الكلمة يمد يده حتى تمسك بها الحروف هنا حرف الاب مغلقة يدها الأثنتان تكون في نهاية الكلمة حرف الاس أيضاً هنا مد يدها تكون في أول ووسط الكلمة وهنا الاس الذي تكون لديها الصحين في آخر الكلمة وهنا حرف الار يكون في أول الكلمة وفي وسط الكلمة وآخر الكلمة الآن سأكتب كلمات يوجد فيها هذه الحروف نبدأ حرف الاب في بداية الكلمة قلنا حرف الاب في بداية الكلمة هكذا شكله اب في بداية الكلمة سنكمل الكلمة ستصبح باسم إذن باسم حرف الاب يقوم في بداية الكلمة سنكتب اب في وسط الكلمة ننظر كلمة عبير هنا حرف الإب في وسط الكلمة ثم نكمل باقي الحروف هذه كلمة عبير إب في وسط الكلمة أو إب في أول الكلمة نفس الشكل سنكتب إب في آخر الكلمة مثال كتاب ننظر شكل الإب في آخر الكلمة هذه كلمة كتاب والإب هنا في آخر الكلمة نبدأ الآن بحرف الإس سنكتب كلمات أولا إس في أول الكلمة هكذا يكون حرف الإس في أول الكلمة مثال كلمة سامي نلاحظ أن الثلاث أسنان تبقى على السطر ومادة يدها هنا إس في أول الكلمة سنكتب كلمة باسم إب في وسط الكلمة باسم هنا إس في وسط الكلمة هذا شكل الإس في وسط الكلمة ثم نكتب حرف الإم باسم سنكتب كلمة دروس إس في آخر الكلمة ننظر هذا شكل الإس في آخر الكلمة ثلاثة أسنان على السطر ثم ننزل الصحن إلى أسفل ونعود إلى فوق السطر هذه أشكال حرف الإس في أول الكلمة في وسط الكلمة وهنا في آخر الكلمة سنكتب حرف الإر في بداية الكلمة مثال كلمة رسمة ننظر ننظر إلى أسفل حرف الإر يوجد هنا إبرة وبالتالي لا يمسك بالحروف إذن نلاحظ هنا إبرة موجودة ولكن غير موجودة لا ننظر إليها مختفية وبالتالي حرف الإل حرف الإس لن يمسك بحرف الإر تكتب بجانبها رسم حرف الإر هنا في بداية الكلمة سنكتب كلمة إر في وسط الكلمة مثل كلمة يقرأ ننظر هنا إر في وسط الكلمة حيث هنا أيضا لم يمسك حرف الآ به يحرف بالإر لأنه يوجد له إبرة هنا إر في وسط الكلمة نلاحظ حرف الإر لم يتغير شكله في أول الكلمة في وسط الكلمة سنكتب حرف الإر في آخر الكلمة مثال كلمة دار هنا حرف الإر في آخر الكلمة ونلاحظ أنه هنا إر في آخر الكلمة إذن هذه أشكال الحروف حرف الإب في أول الكلمة وفي الوسط يكون هكذا وحرف الإب في آخر الكلمة هنا إس في أول الكلمة وفي وسطها يكون شكله ثلاثة أسنان ومادة يدها والصحن ثلاث أسنان مع الصحن تكون في آخر الكلمة وحرف الار نفسه أول الكلمة أو وسط الكلمة أو آخر الكلمة الآن سنقوم بقراءة كل حرف مع المد أو مع الحركات نبدأ بحرف الاب عندما نضع هنا اب تقوم في أول الكلمة مادة يدها سأمسكها مع حرف الأ اب أ مع بعضها تصبح ب الآن سأضع بجانبها حرف الأو تصبح بو سأضع بجانبها حرف الأي ستصبح ب نلاحظ اخترنا شكل حرف الاب في بداية الكلمة با بو بي لماذا اخترنا هذا الشكل؟ لأنه سيمسك بالحرف الذي بعدهم ستكون هنا لأنها حروف مد طويلة با بو بي الآن سنكتبها مع الحركات سنكتب اب وعليها فتحة تصبح با اب عليها ضم بو واب عليها كسرة وقلنا أن الكسرة تكتب أسفل الحرف بي نلاحظ صغيرة ب بو بي نبدأ حرف الاس ستكون مادة يدها حتى تمسك مع حرف الأ سالآن سنمسك معها حرف الأو سو لأنها حروف مادة سنقوم بقراءتها بشكل أطول نلاحظ سي الآن مع الحركات نبدأ س سنقرأها بشكل صغير س وهنا س نبدأ حرف الار را ار ومعها ونلاحظ الار لا يمسك مع الحرف الذي بعده لأن هنا يوجد إبرة رو ثم الار مع ال ا أصبحت ري الآن مع الحركات را رو ري إذن هذه كل حرف مع المد أو مع الحركات إذا كانت مع المد ستكون طويلة نقول با سو ري بي أما هنا مع الحركات صغيرة با سو ري سا بي ننظر إلى هذا السؤال الآن سنختار شكل كل حرف من هذه الحروف حتى يكتب في مكانه الصحيح سنختار إب هنا حتى نكتبها في بداية الكلمة ما شكل الحرف المناسب يا أول حتى نكتبه في بداية الكلمة أحسنتم شكل الذي يكون ماد يده إذن سنختار هذا الشكل ونكتبه في بداية الكلمة أصبحت بيت هنا سنكتب كلمة ساري ما هو الحرف المناسب؟ حرف الر أم حرف الإب؟ أحسنتم حرف الر نلاحظ الر ننظر إلى هنا حرف الآ قلنا أنه لا يمسك لأنه يوجد إبرة حرف الر هنا أيضا لا يمسك لأنه يوجد إبرة وبالتالي سنضعه على السطر لوحده ساري هنا سنختار حرف الإس ننظر إس في أول الكلمة أم إس في آخر الكلمة ننظر إلى الفراغ الفراغ أين موجود؟ في أول الكلمة أم في وسط الكلمة أم في آخر الكلمة؟ موجود في آخر الكلمة هنا الخط هنا موجود في آخر الكلمة ما الشكل المناسب لحرف الإس في آخر الكلمة؟ أحسنتم يا أول إنه إس ستكون لديها الصحن قلنا إس في آخر الكلمة ننظر هنا حرف الأو لا يمسك قلنا أيضا له إبرة وبالتالي سنكتب بجانبه أولا ثلاثة أسنان ثم نكتب الصحن ونعود إلى السطر سنكتب هنا إس في وسط الكلمة كيف عرفنا وسط الكلمة؟ هنا الفراغ في وسط الكلمة هنا في البداية وهنا في الوسط وهنا في النهاية ما الشكل المناسب لوسط الكلمة حرف الإس؟ أحسنتم هذا الشكل يكون في وسط الكلمة ننظر إلى الحرف الذي قبله حرف الإر قلنا حرف الإر له إبرة وبالتالي لن يمسك بها سنكتب الإس ثلاثة أسنان ونمد يدها حتى تمسك بحرف الام لأنه مد يده حتى يمسك بالحرف الذي بعده ننظر هنا أصبحت كلمة رسمة هنا العشب سنختار حرف الاب نلاحظ الفراغ هنا في آخر الكلمة ما الشكل المناسب لحرف الاب حتى يوضع في آخر الكلمة إنه هذا الشكل اب في آخر الكلمة الآن ننظر إلى الحرف هنا هنا هذا الحرف مد يده إذن سيمسك بالحرف الذي بعده سأقوم بتمسيكه مع حرف الاب وهنا نكمل حرف الاب في آخر الكلمة أصبحت العشب إذن هنا اب في آخر الكلمة وهنا اس في وسط الكلمة هنا اس في آخر الكلمة هنا حرف الار في وسط الكلمة وهنا اب في أول الكلمة إلى هنا انتهت مراجعتنا لهذا اليوم لهذه الحروف اب اس ار